معنا اتصال جاهز مع الشيخ سلطان بن حتلين أمير قبيلة العجمان مستحك الله بالخير شيخ مستحك الله بالخير يا هلا حياك الله شيخ سلطان انت معنا على الهوى إذا في كلمة حابة تقولها اليوم في هذا المصاب الأليم والجلل اللي أصاب الكويت واستشهاد كوكبة من أبناء الكويت في هذا العمل الإرهابي الجبان شكرا شكرا على الاتصال أستاذ أحمد ما في شك من المصاب مصاب جلل ومصاب الكويت من أقصاها إلى عدناها نعم وبداية أعزي صاحب السمو أمير البلاد المفجحة حفظه الله وراءه وسمو ولي العهد حفظه الله ونعزي أنفسنا كشعب نعزي أنفسنا ونعزي شعب الكويت بجميع عطياته نعم نعزي أنفسنا ونطلب من الله عز وجل الرحمة لشاهداء الكويت والسلامة لجرحانا جرح الكويت وهذا المصاب هو مصاب الجميع وهذه الأيدي الخبيثة الخشيسة المجلمة لن تنال من الكويت ما تبتغيه ولا يمكن أن تنال من وحدة الكويت نعم ما تخطط له وتهدف له الكويت يد وحده نحن أخوان متحابين بسرة صف واحد بدو حضر شعر وسنة ولا عندنا أي فرد بين أي فرد من أفراد بلدنا الحبيبة نعم فكلنا جميعا نقف صف واحد ويد واحدة ورجل واحد في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدد ولم ينال مننا هذا الإجرام الظالم مبتغاه على المطلق الشيخ سلطان حتى بالنسبة للرسائل اللي قدمها اليوم الشعب الكويتي من يوم الجمعة إلى اليوم بهذا التضامن والوحدة يعني يمكن أبسطها كان بنق الدم ولكن اليوم نشوف حتى من خلال مسجد الدولة الكبير تشييع الشهداء في المقبرة اليوم التفاعل الشعبي الكبير اللي موجود هذه أبلغ رسالة أعتقد وصلت لمن كان يحاول أن يفرق بين أبناء الشعب الكويتي نعم 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 أستاذ أحمد اسمح لي بس دقية لو سمحت نعم تفضل أنا يوم الحادث عبد الله من كلمة أنا أنا كنت في مكة ودعينا لشهدائنا بالرحمة والجرحانة بالشفاء العاجل وجيت البارح الساعة تسع كنت في بطار الكويت ومن المطار إلى المسجد الكبير بتعزية أخواننا كلهم وأبنائنا والله رح في المسجد الكبير قبل ما أجي البيتي وهذا واجبنا كلنا صحيح وهذه مواقف هذه مواقف تدل على معدن الشعب الكويتي وعلى إصالة الشعب الكويتي وعلى أخوة الشعب الكويتي وعندنا وعندنا تجربة ماضية يا أستاذ أحمد قبل 25 سنة عندما غزل صدام حسين طاغية العراق في وقته الكويت تكاتبه الشعب الكويتي بأكمله ووقفه صف واحد صحيح وهذا دليل دليل العالم كله بأن حنا إشار لنا بالتنام في وحدتنا وفي تلاحمنا ونحسد على هذا التلاحم ولن ينال مننا الإجرام ولن ينال مننا العبد الظالم ومثل هذه المخططات المجلمة لن ينال مننا شيئا عبدا على الإطلاق بالعكس لنجدنا تكاتب وجدنا وحده وجدنا تلاحم في ظل قيادتنا الرشيجة وسنظل إن شاء الله متكاتفين في وجه كل من يتسول له نفسه ضرب هذا البلد أو إثارة الفتن في هذا البلد نعم الشيخ سلطان بالحثلين أمير قبيلية العجمان كل شكر لك على هذا الاتصال وأنت من رجالات الكويت اللي دائما أمانة متواجد يعني في المواقف طبعا سواء الأفراحة أو في الأحزان في المقدمة كل شكر لك على هذه المداخلة الشيخ سلطان من حثلين